شون هو العقبات او الاحداث مالتكم اللي خلتكم تختارون حل مثل زيدة استفادتنا من زيدة انا مش في اول مرة تعامل مع زيدة تعاملت مع زيدة من الفين وتسعة واشر انا في المجال الفودان دي باوريج بقى لي تمشهر سنة زيدة معايا كاداية قوية وشريكة نجاح ده على خمس سنوات حقيقة عدد الاكاونتات معايا ثمن اكاونتات قدام اربعة قداد وعامل او لخمسة ممكن سبعتاشر اكاونت يعني انت امر بزيدة لا عندي بليل بزيدة يعني جد انا ازيدة قوتني انا كاوبريشن وكاكونسولتين اي مدير او اي اونر لازم اداة زيدة تكون معايا شلو شي مثلا انت تستخدمه بشكل يومي وشلو مثلا وشلو شي انت تستخدمه في اوقات معينة لتشوف الريتورن وعالي جدا اي حد عنده ستور اونلاين او عنده بزنس زيدة بتوفر له مجبوعة حاجات مش هتكلم على الاساسية اول حاجة ان هو يكون اونلاين ان هو يستقبل اونلاين اه الجزء اللي بعديها ومهم ان هو يرنج او يحول الوردر من مانيول لديجيتال اوكي كل الحاجات دي بجد اه يعني في اوبديت سريع مع زيدة يعني جزء الاخير او ان هو يبقى عارف الريتش بتاع الكاستمر بطوع والكاشباك والاسم اس كامبين تفاصيل كتير موجودة حقيقي اه زيدة متعرفني الزبون بتاعي انا لما اعرف زبوني هعرف اجعله هعرف اعمل هعرف احاول ان يو كاستمر ليو اللي عنده ولاي مازل الجزء الاهم من دوت داتة العملة دي كلها علاقة بيها لم تنتهي ولم تنقطع كل احنا عندنا اكيد حدث جديد في البلد عندنا عيد وطني عندنا رمضان عندنا عيد اطحى عندنا ايا كان المناسبة عيد الام كل حاجة من الحاجات دي اقدر ان انا اعمل 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 اي شيء ابعت مسجات للكاستمر بطوعي الكاستمر معي على طول دي في حد ذاتها ما كانش موجودة الادادي زمان يعني انا من اتناشر سنة الفين وعشر والفين وحداشر احنا بدقين باتا ماني ولا بنسجل ارقام اه يعني ما كانش فيه التطور ده فزيدة بصراحة ما حدش هيقدر ينفسها انا بقولها وانا بليف دي كده اه زيدة التطور فيها هيفضل ما خلي كل الشركات تقلد اللي زيدة بتعمله بس هو مش قادر يمشي موازي لها بدأت ادرب كل اللي عندي في كل الفروع حبيبي لما يجي لك اخده بمنتهى خليك خليك كول سنتر استخدم زيدة كالكول سنتر سيستم قال له سلام عليكم اي فاندم رقم حضرتك لو سمحتك اشوفه وتسجل عندي ولا لأ وتسجل الرقم هيطلع بتاعت الكاستمر ده لو كان طالب من اي براند منزيدة يطلع العنوان بتايعه سلك خد اردار الاحلى من كل ده هو انزيدة خطوة بخطوة عملة تديك ايه يعني مسلا انت خدت الرقم الزبون فلما طلع عنوانه فبقولي الزبون حريك ابعت لك الوردر مسلا على منطقة النهضة ولا منطقة السلام الكاستمر دي اه فرحان جدا ان هو انا عندي معلومات عنك انا عارف مكانك فين اللي هبعت له انا عارف اخر انت خدته ايه انت حراك ما تضبتش من انه بقالك شهر خراكة مسافر الكاستمر اتحول ان هو بتعامل فيه حلاقة فيه ليش الجميلة مش مجرد واحد اشترى مني وبعد كده انا معرفتهش تاني فهي ده بتعرفني الزباين بجد خصوصا كمان ان هي فيه جزء تقسيمة للزباين يعني مين ال مين ال في اي بي كاستمر عندي اللي بيشتري اكتر واحد عندي اللي لسه اللي جاي كلها حاجات اه في السيعة الايام موجودة لو فعلا حد محتاج اداة قوية انا بعيد تاني زيدها اخر حاجة انا كنت عاملها كان فيه اه فري دليوري طبعا دي ابسط شيء موجود عندنا في زيدها اللي واحد ومزود لي ممكن يكون خمسة عشرين من قلعات زيابة ابسل اه جزء التاني بتاع الكاشباك بتاع الكاشباك بقى متعة متعة لأ الكاشباك ده كصة تانية واللهي. ايه السرح اللي قال الكاشباك شوية. اه الكاشباك اللي بتعمل لو انتي بتعملي اه بتاعته هترجع للكاستمر كان يعني هو اه اشتري اردر بعشرة بنار فانا هعمل له كاشباك عشرة في المية. فالتين برسنتش ديت ممكن ركوان كي دي عندي موجود بيخلي الزبون مش يطلب بكرة. بيخلي طلب بالليل. حقيقي بجد. يعني الكاشباك ممكن يخلي الزبون يطلب في اليوم مرتين. لان هو عارف ان هو فيه كاشباك ليه موجود. وما يبينسى. هو 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 برضو زي ما بقولك ده سلوك المستهلك. فزيدها حقيقة. يعني سلوك المستهلك هي فهمة. ما خلياني انا اقدر استخدم الادوات اللي هي مديها لي عشان اعرف ابيعها واعرف انجحها. واطلع بالصورة الكاملة يعني زبون بيجي له لما بيعمل لما بيبقى بيجي له آآ كل حاجة من الحاجات دي نخليها لزبونا على برضو في تواصل ما بيننا دايما. آآ في جزء مهم برضو انا بحبه في زي ما قوي. موجود. ان كان او ان كان او ان كان او ان كان او ان كان اتصال للتيم اللي موجود في في الكويت حتى. الناس كلها بصراحة متعاونة جدا. مواقف كتير مرنا بيها خلال الاربع سنين اللي فاتوا. آآ كل حاجات تتحل بسرعة. فيش حاجة فيها تأخير او حد مثلا بيكسل النواي ساعدني. زي ما قبل البوينت اوف سيل انا بختارها. لان البوينت اوف سيل مليون بوينت اوف سيل موجود. او مليون بيو اس موجود. بس كشركة اثق فيها ان انا تعرض البراند بتاعي اونلاين? لا زيدها. حيب جد كل الناس آآ آآ مرشح لها زيدة بقوة آآ زيدة الايام اللي جاية لا في في اف ديت مستمر في حاجات جاية انا متوقع ان في في حاجات مهولة جاية يعني. ايام كورونا فكرة الكيو ار كود ما كانتش لسه بالفكرة القوية. اوكي? فكان عندي البراند كنت بفتاحه بتاع شاورمة. فالباركينج اللي قدام المكان آآ عملنا الكيو ار كود بتاع زيدة بتاع بيب سايت ان انا استخدمه اول حاجة كمينيو الكتروني كمينيو. ده مينيو. فانت لو سمحت اواصل باركينج بسيارتك اعمل الاسكان. اوكي? بعد ما بيعمل الاسكان بيخش يطلب الوردر بنفسه. يدفع كنت بنفسه. مجرد ان في عامل عنه بس يطلع يدينه الوردر اتفضل اللي فهمه. انا عايز الكود بتاع زيدة بيما في كل اللي بتاعتي.